السلام عليكم أصدقائي متابعيق على قناة الكوريت زهبية رجعنا لكم فيديو جديد وأخبار جديد في回يديو اليوم رح نحكي عن وصول لعب منتخبنا الوطني حسام عايش والانضمام للمنتخبنا الأول بالإضافة رح نحكي عن مساحات كورونا هل سيتم التلاعب بنتائج مساحات كورونا أو فحص كورونا بالإضافة رح نحكي عن مواجهات منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإماراتي رح نحكي تاريخ عدد المواجهات عدد الفوز مين منتخبات الاكتر فوز بمواجهة الامارات سوريا مين اول منتخب كان بحقق فوز يعني رح نحكي تاريخ ورح نحكي ارقام نحكي احصائيات وارقام في كتير متابعين وعشاق لكرة القدم بحبوا الارقام والاحصائيات شان هيك حبيت خصص الفيديو اليوم فقرع عن ارقام والاحصائيات لمواجهة الامارات وسوريا قبل ما نحكي بالتفاصيل لايك ومدفعي زر جرس ولا عم يحضرنا ما اشترك ما نشترك بالقناة خلينا نشوف شك سريع تفاصيل فيديو اليوم خلينا نبلش بقول الاخبار واجمل الاخبار واخيرا وصول نجم منتخبنا الاول حسام عايش الى دولة الامارات وكان في استقباله السيد عزام الكويفي مدير العلاقات الخارجية في اللجنة الولمبية السورية اذا حسام عايش عم يوصل بسلامات الحمد لله رب العالمين يعني صراحة كتير مبارح نعملت بس مباشرة كثير كان يسألوني وصل حسام عايش وصل حسام عايش يعني جمهور السوري صار عنده تخوف ما همدو ثقة بعمل الاتحادات السورية سبق ونحن عانينا من غيابة العثمانين بسبب نسيان البسبورات يعني جمهور بيتوقع اي شي واللاعب يكون نسيان بسبور واللاعب يكون ما يكون عنده حجز تيكت او حجز طائرة يعني في كتير اسباب وفي كتير شغلات صار جماهير السوري تخاف مننا فلذلك جمهور او المتابع للمنتخب السوري بقول لك انا ما بأمن لشوف اللاعب بالمعسكر اذا حسام عايش عم ينضم لمنتخبنا الوطني بدبي اذا النجوم اذا النسور اذا اللاعبين منتخبنا الوطني الجميع الان صاروا جاهزين ملهم بابولي حسام عايش المواس كتير لعبين مننا نحكي كتير لعبين بصراحة كاسكاو ومحمد عنز الجميع جاهزين لمواجهة المنتخب الاماراتي بالتوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني عملنا فيديوهات وحكينا كتير عن المحترفين حكينا ان حسام عايش رح ينضم مبارح مساءة كان عن يوصل لدبي والمفروض هلا نحن عم نعمل فيديو ومفروض هلا هو عم يشارك بأولى التدريبات مع منتخبنا الوطني بالتوفيق يا رب للعبين السوريين بالتوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني ان شاء الله مشوف اداء رائع اداء رجولي امام المنتخب الاماراتي بالنسبة لمسحات كورونا او فحص كورونا كتير كان عم يجينا اسئلة انه بيقدروا يتلاعبوا بالنتائج كنا بنعرف ان اليوم منتخبنا الوطني رح يعملوا مسحات كورونا أو فحص كورونا قبل مواجهة المنتخب الإماراتي والفحص رح يكون تحت إشراف الاتحاد لأسيا وإنما بدبي لأنه المباراة بالإمارات كلكم تعرفوا طيب ممكن يتلعب بالنتائج ممكن إذا شخص ممعوا كورونا يعملوا معه كورونا هلا هذا الشيء غير صعب بالنسبة لأنه هني أنت لمجرد أنت بدك تعمل الفحص وتحمي حالك تمشي أنه بيقدر يتلعبوا بالنتائج بكل تأكيد يعني هلا إذا حبوا إذا تعمدوا يتلعبوا بالنتائج هذا الشيء ما نصعد إنما نحن عم نحكي عن لجنة تابعة لإتحاد الأساوي يعني اللجنة ما أنا إماراتي لا هي اللجنة تابعة لإتحاد الأساوي فما بأعتقد أنه إلى مصلحة تتلعب بالنتائج الفحوصات هلا نحن عم نحكي قبل إجراء الفحوصات نحن لازم نستنى مسحات كورونا نشوف إذا الكل سليم تمام الحمد لله هذا المتمنى إن شاء الله إذا في مشاكل كان عم نقولوا اللاعب الفلاني اللاعب الفلاني المسحة مثلا لنقول معه كورونا لا سمح الله فهون لازم كادر التدريبة إدارة منتخبنا الوطنة تدخل اللجنة المؤقتة الموجودة هناك وتدخلوا ويطلبوا بإعادة فحص الكورونا للاعبين يلي ممكن هن يحطوا عقبات وممكن يزوروا بالفحص متل معلو ممكن هذا الشيء ما ما يصير نحن عم نستبق الأمور لأنه كثير عم تجينا أسئلة ممكن كل شيء ممكن هلا حاليا كل شيء ممكن بكل بساطة لأنه شفنا نحن مبارح المنتخب العراقي المنتخب العراقي في كثير لعبين عم يمنعوا أنه يشاركوا بالمباراة قادم بالتصفيات الأسوي لأنه اللاعبين بحوصات كورونا مطلع مع كورونا لأسف إن كان ثلاثة أو أربع لعبين فهذا المتخوف منه جماهير منتخبنا الوطنة نحن ما لازم نستبق الأمور إن شاء الله اليوم تطلع مسحات كورونا فحص كورونا ويطلعوا اللاعبين ما عليهم أي مشكلة إن شاء الله وجميع اللاعبين سليمين وخالين من كورونا إن شاء الله بسلامات يا رب نحن ما لنا بحاجة نحن نعمل الفوصات الحمد لله كل شيء تمام نوصل لمباراة الإمارات نربح وأحلى ثلاث مواطنة إن شاء الله إن شاء الله منتظار مسحات كورونا ونسمع أخبار حلوة إنه المسحات جميع سليم وما فيها أي شيء في مسبة الأحصائيات المباراة منتخبنا الوطن أمام المنتخب الإمارات هناك كثير من عشاق الرياضة وعشاق كوروة القدم يعشق الأحصائيات يعني في أشخاص بتابع رياضة بتقولك أنا بعشاق الأرقام قولي بالأرقام مين ربح مين تفوق مين أول مباراة في أشخاص تقولك أنا موحب تابع هذا شيء وفي هذا الفيديو حبيت نوه للمواجهة منتخبنا الوطن أمام المنتخب الإمارات عبر التاريخ أو من أول مواجهة إلى الآن لعشاق الأحصائيات وإذا كنت لا تعشق الأحصائيات والأرقام سماع هذه المعلومات تفيدك ومعلومات مفيدة دائما الأحصائيات بكرة القدم شيء رائع حالا نحن خلينا نحكي المواجهات بدأت المواجهات بين المنتخبين عام 1979 كان أول لقاء ضمن التصفيات التأهلي لكأس آسيا أول مرة كنا نواجه المنتخب الإماراتي ضمن التصفيات الأسيوية أو لكأس آسيا ضمن المجموعة الأولى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي إذن أول مباركة نتجمعنا أمام المنتخب الإماراتي بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا كنا نتعادل تعادل السلبي تقع منتخب سوريا مع المنتخب الإماراتي بالتصفيات الآسيوية مرتين تصفيات كأس العالم تواجهنا مع الإمارات مرتين فقط تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010 تصفيات مونديال قطر 2022 الزهاب المعنى بال2010 بإفريقيا وهي رح تكون المواجهة الثالثة بالتصفيات الأسيوية عدد المواجهات 13 مواجهة نهار الخميس رح يصيره 14 مواجهة بين الإمارات وسوريا فاز منتخبنا منتخب السوريا مبارتين فقط العدد جدا قليل قصرنا 6 مبارات وتعادلنا 5 مبارات إذن منتخب الإماراتي كان عم تفوق ب6 مبارات منتخبنا الوطني كان عم تفوق بمبارتين فقط التعادل كان عم يكون حاكم بين المنتخبين 5 مرات نهار الخميس بصيره 3 فوزة إن شاء الله قوله يا رب خلينا نشوف تفاصيل المواجهات تصفيات تأهلية مثل ما حكينا لكأس آسيا تصفيات كأس آسيا أو فينا نقول بطلو 11-1-1979 سوريا الإمارات 00 كانتعادل السلبي مرة الثانية كنا ناجه المنتخب الإمارات بالألعاب العربية عام 1998 وأدق إذا بدكم تفاصيل أدق 25-8 25-8 عام 1998 سوريا الإمارات والمباراة كمان كانت عم تنتهي بالتعادل بهدفين مقابل هدفين إذا أول مواجهتين كان عم تنتهي بالتعادل ندول أهداف والثاني هدفين مقابل هدفين مباراة الثالثة كان عم تكون بتصفيات تأهلية لكأس آسيا تفوق دائم وواضح للمنتخب الإمارات ومباراة الثالثة كان عم تنتهي بالتعادل بهدفين مواجهتين الفين وثلاثة او عربعطاش قداعش كان منتخب الإمارات وقد تفوق منتخب السوري بثلاث أهداف مقابل هدف واحد المباراة الخامسة كانت وديها بالألفين وخمسة كان الامارات عم تفوق بثلاث اهداف مقابل لشي تفوق دائم وواضح للمنتخب الامارات مباراة السادسة كمان كانت وديه بالالفين وستي منتخب الامارات عم تفوق بهدفين مقابل هدف واحد المباراة السابعة تصفية كأس العالم الفين وعشرة او بالالفين وعشرة المباراة كانت عم تكون بالفين وثماني سوريا والامارات كانت عم تعدل بهدف مقابل هدف تصفية كأس العالم كمان بالالفين وعشرة كانت المباراة عم تكون بالالفين وستي اتنين وعشرين وستة كانت عم تنتهي بفوز منتخبنا الوطني من تلات y 1. اذا منتخبنا الوطني كانت تحوق بثلات اهداف مقابل اهداف واحد. مباراة التاسعة كانت مباراة بالايش كانت منتخب الإمارات عم تحوق بهدفين مقابل لشيء. مباراة العاشرة كانت تكون كأس الملك دولية بالالفون وستاش. منتخبنا الوطني كانت تحوق بهدف مقابل لشيء. مع العشر واللافين وستاشOkay.تحابه conversing анتخبت كأس العالم. الاخيرة كان عم تنتهي بتعادل منتخبنا الوطن امام منتخب الاماراتي. مواجهة تلتعش والاخيرة كان عم تنتهي فوز منتخب الاماراتي بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا كنكم تعرفوا وين? وشلون? وايمة? وشو صار بالمباراة? لان هاي المباراة كانت بكأس العرب. ازا هاي هي المواجهات التلتعش بانتظار المواجهة الاربطعش ان شاء الله. وهي الاهم. لمجرد فوز بالمباراة الاربطعش? كل المباراة تلتعش هي حبر على وراء وهي ذكريات. نحن اننا الحاضر ان شاء الله والمستقبل. ان شاء الله الحاضر بقول فوز منتخبنا الوطنة نهار الخميس يا رب. على منتخب الاماراتي. نهاية فيديو اليوم نكون وحكينا عن وصول حسام عايش لمتخبنا الوطن. حكينا عن مساحات كورونا. حكينا عن واجهات منتخبنا الوطن امام منتخب الاماراتي بالارقام. بالفيديو القادم ان شاء الله رح نحكي اكتر عن المباراة. كل ما اقتربت المباراة ان شاء الله رح نعمل فيديوهات ونحكي وندعم منتخب الوطني. ان شاء الله منصورين. قولوا يا رب نهاية الفيديو اليوم بالتوفيق يا رب لو منتخبنا الوطني. متمنى دائما نظر لأخير. السلام عليكم.